تفرض الضرورة أحكام الوضع تجبر على اتخاذ سبيل ما هو ما يشعر به المفسوخة عقودهم من منتسبي القوات المسلحة بعد أن أجبرهم تخلي القادة أبان دخول عصابات داعش على ترك مواضعهم واليوم يرفعون صوت المناشدة بإعادتهم للخدمة عندما تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد خرجنا في مظاهرة في ميدان التحرير لعودة المفسوخة عقودهم نحن شريحة مظلومة من الجيش العراقي ودومنا أكثر من خمس سنين وست سنين هنا خدمة لدينا ولم نفززها عن الساتر لكن هناك ضباط تخاذلوا وتركونا بلا طعام بلا عتاد وتركونا وذهبوا نحن ناشد دولة رئيس الوزراء بالنظر إلى هؤلاء الشريحة المظلومة من المفسوخة عقودهم ناشد دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أبو الفقراء الناشد بهذا اليوم يعود الهاربين والمفصولين من وزارة الداخلية ودفاع إكرام العوائلهم لأننا نحن ناس تعبانة تعبانة أمورنا أمورنا تعبانة الله وكيلك العباسك فيلك نتغدنا من نتعشيه المفردات التي أطلقتها أفواههم لم تكن تأتي من فراغ إنما وبحسب ما ذكروه جاءت من رحم المعاناة وظنك العيش كما إن الألم بدى واضحا إثر وصفهم بخيانة الوطن فأبرز وثائق تؤكد إن أغلبهم تعرضوا للإصابة فيما تهكم آخرون بنوعية العتاد المزودين به للدفاع عن الموصل إحنا نظلمنا رجعونا أسوة بصراح الدين والأنبار كلهم رجعوا إحنا ما انسحبنا ولا خلنا الوطن وإذا تقول علينا متخاذلين ساوبين محاكم عسكرية الما مصاوب تلعى بره الما عدى صوابه برجله لو بظهر لابطنا تلعى بره يا أخو والله ملينا يعني إحنا نظلمنا جايبيننا عتاد مصنوح سنة 41 مالبندقية عتاد يعني ما يشمر مترا وظلينا صامدين وصامدين وصمدنا وقلنا نتحمل الصوبة تكملت رسال مالتي وهذا على حسب الوصول رح تلب بيتي فأنه بهم بسويت رسال لأخ فالأمو سويت رسال مستجفل كاظمية الفرقة فوديتها للفوج فإش قالوا لأمو رح تستلم الراتب فقالوا أنت مصوق عقدك قلت له ما شون مصوق عقده وين مصوب هاي الرسال مالتي هذا الرسال قالوا لو الله روح للوزارة الوزارة يقول لك مو عرق طاب منهم قلوا طاب منهم داعش قلوا أنت بعت الوطن المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب رئيس الوزراء بأن ينظر إليهم بعين الأبوة وإلا فعلي أن يحاكمهم قضائيا إن كانوا فعلا خائنين مثل ما طلبوا المساوات والإنصاف أسوة بنظرائهم في محافظات أخرى لقناة سامراء الفضائية علي الحسني بغداد